السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما يبتدي الدرس على السريع كده هقولكو حاجة عن المصطلحات زي كل مرة عشان تحبوا المصطلحات نتخيل كده واحد عربي راح دولة اجنبية والعرب لما يروحوا الدولة الاجنبية بيفبتوا وجودهم نتخيل في واحد من مصر مننا راح دولة اجنبية بريطانية بالتحديد وداخل بقى الشغل بتاعه جديد بقى وبيعمل كده بقى قبل ما يدخل على المكتب بتاعه بيعمل رياضة و راح شافوا زميله المبريطاني فىهلها راح قاله واو يواFoolzия يواف match وقع ايه الشخص المبريطاني ده الموظف زميله المبريطاني فجي من البريطانيين يرىificarما ماذا حقا؟ قالوا لهم لا معناها ليس كذلك معناها الحلوة لا معناها الوحش فولوبينز معناها شخص مفعم بالحيوية معناها انجاتيك يعني مفعم بالحيوية يعني معناها حلو فرح المصري اقومه وقال له سورا يعني متأسف الله لو نفس الحوارده هصلك في امريكا نفس المشهد نفس الشيء بص اكبر حاجة في ايدك دي دي بالحطة الكبيرة وققوا لماذا؟ معناها يختلف؟ معناها يختلف نفس المصطلح يختلف؟ نفس المصطلح يختلف في امريكا لو حد قالك الجملة دي المصطلح ده اكبر حاجة في ايدك وفوش ولبك لماذا؟ معناها بيقول عليك انت انت شخص فوليش احمق او برضو معناها كلامك برضو not true not true مش حقيقي يعني بيستهزق بيك بيصخر منك هسيبوه؟ لا انا بقول لا انا سيبوه احنا مصرييني جماعة ايه ايه احنا اكوي ايه هرطولي يبقى اذا المصطلحات لازم تعرفها عشان لما يحصل لك مواقف زي كده تبقى عارف الشخص البريء في الدولة بتاعته من الشخص اللي بيستهزق بيك في الدولة بتاعته الله فمن النهاردة ورايه اعمل sharing للقناة والsharing لأي درس ببعثوا لك لان ده نور وبرشدك عن اشياء معينة بدل ما يتضحك عليك فيها او تحترم فيها وتفهمها خطة اوكي盯 اقوله كمان هاشترك فى القناة وفعل زر التي يوصلك كل ما هو جديد اقولك بعم watch now للحصول على 30 اسطوانات محدثات في شتى نواحي الحياة في المطاعم في النوادي في الصفر في الرحلات ومعهم التدريب ومعهم 70 اسطوانة كاملة بشرحي المجموع 100 إسطوانة كاملة تصل إليك ومع 30 إسطوانة محادثات هناك كورس أو كورس يسمى English pronunciation كورس كورس النطق البريطاني والأمريكي 16 إسطوانة كاملة ومعهم 54 إسطوانة أخرى متنوعة بشرحي الرجاء الاتصال على هذه القوم ومع أول مصطلح نمبر ون Love me, love my dog Love me, love my dog ساعة تسمح كلمة Love me الاثنين صح Love me, love me تمام? الاثنين صح يعني بقى أحبني أحب كلبي أيها الزيب معناها أكيد يعني أنت هتحب شخص ما يبقى أكيد هتحب أي شيء تبع الشخص ده تمام? سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما توفت السيدة خديجة وكان يعشكها صار مخلصا لأصدقائها حتى إنه هذا على قول السيدة عائشة حتى إنه كان يذبح الشاه ويقول اذهبوا بها إلى أصدقاء عائشة هذا يدل إذا أحببت فعلا شخص ما فإنك تحب كل ما يتعلق به الله معناها من تحت إذا كنت تحبني حب كل ما أحب يعني ساعات كدهوت الواحد يتجوز واحدة بقى في الخطوبة بقى ويقول لها يعني وهي تقول المصطلح ده وهو يتباحها في المصطلح ولكن بعد الجواز بتحصل جرائم على سبيل المثال عندك مكتوب تحت هاري لم أحب سالي's best friend بقى سالي's sad لو أنت بتحبني حب الكلب بتاعي هي ليس صديقتها كلبة ولكن هي بتقوله أي شيء أنا بحبه أنت حبه طبعا المصطلح ده هيكثر بين الزوجات الآن وكل شوية تعمل الزوجة اللي هي عايزة تمام تعمله منوخية هو ما يحبش المنوخية هتقوله تعمله فراخ هو ما يحبش الفلاخ تقوله إذا بتحبني يحب أي شيء أعمله أي شيء ألبسه أي شيء أكله أي 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 هيحصل طلال رب نصر يبقى نحفظ المصطلح ده قول معي بقى غمض عينك اربطه بالصورة زي ما انت شايف ده جوزها هاري وهي متدياله بوكس في وشه لأنه ولا مرة تبع كلاما ولا مرة بيحب الأشياء اللي هي بتحبها فغمض عينك واربطها بالصورة وقول معي Love me Love my dog Love me Love my dog Yeah Love me love my dog No Love me love my dog No بس إلا بعدية ومع نمبر 2 Lovey Dovey Lovey Dovey Lovey Dovey Lovey Dovey Lovey Dovey معنا هيبة كلمة Love حطي لها Y والضعف اللي هي حمامة حطي لها Y عشان يبطعمها حلوة وانت بتقولها كده Lovey Dovey معنا هيبة كلمة Love حب والضعف حمامة وكأن كده حمامة الحب يعني شيء ظهر للناس انه حب يعني معناها ساعات كده تلاقي جدك أو جدتك مع بعض كده مسك ايدها قال لها كلمة حلوة فمعناها شخصين يظهران الكثير من المودة أمام الناس اسمه Lovey Dovey الله ومعها بقى Lovey Dovey Yeah Lovey Dovey طيب أول مثال عندك My grandparents are still Oh Lovey Dovey It's lovely to say My grandparents are still ما ذاله Oh Lovey Dovey يعني كلهم كده قدامنا كده بيظهرون الحب الجميل يعني ساعات كده تلاقي ايه دا الله على المنظر شوف مسك ايدها ازاي شوف جاب لها ميا ازاي جدي الله It's so lovely to say شيء كده جميل ويسعد كده القلب انه بالرغم انهم كبروا في السن الى انهم محوظين على حمامة الحب دي الله ومعايا بقى Lovey Dovey Lovey Dovey لو اعجبكم المصطلح ده اكتبوا في التعليقات تحت ان هو اعجبكم اللي بعدها Number three Poppy Love Poppy Love كلمة Poppy كله يعرفها معناها بقى اللي هو ايه اللي هو الكلب الصغير ده Love حب بتاع كلاب صغيرة يعني اكيدة يا سيزهاب معناها حب مراكين ايوة وما يستمرش لان Poppy صغير كده يعني كده كلب صغير كده ايوة وكأنهم كده مراهقين صغيرين بيحبوا بعض والحب ده مش يستمر كلنا مرينا بالتجربة دي ونحن صغيرين كنا فيه كده كنا ساعة نحب كده والحب ده ما يستمرش الله جانيت بتقول ريتشارد اخوها في الامثلة من تحت بتقولي بقى My son is only 12 But he is already love Isn't it a bit too early My son is only ابني يكون 12 عنده 12 سنة But he is already love ولكنه بالفعل بيحب Isn't it a bit too early أليس ذلك مبكرا راح ريتشارد ألي ها ها Don't worry It's only puppy love It's round lost Don't worry لا تقلقي It's only puppy love ده مجرد حب كلابي يعني حب مراهكين مش يستمر It's round lost سوف لا يستمر قل معي بقى Puppy love اللي بعد اياه نيجي بقى عند الكمبيلة دي نابر فور خامن كده يعني حب يعني فار ايوة يا سيد ديهاب معناها فار بيديل كده بيلعب بيديله اكيد في الحب ايوة معناها بقى الشخص اللي هو بدل ما يشمشى مع الجبنة وكأنه فار ده بيشمشى بيديله على حب من وراء امراته الله يعني راجل يخون زوجته او يكون غير مخلصة لها زي ما انت شايف في الصورة الجريمة اللي على الانيس فالمثال بقى ايهاد بيل هاد انافا with his wife's best friend what a love rat he is حتة حتة بقى ايهاد انا سمعت بيل الشخص الاسمه بيل بالصورة عندك هاد انافا على علاقة غرامية with his wife's best friend مع احسن صديقة لزوجته what a love rat he is يا له من من فأر الحب يعني فار بديل ويدور على الحب بدل ما دور على جبنة يعني بيلعب بديله الله وده كان اخر شي في درس النهاردة درس ممتع وجميل لو اعجبكوا اي مصطلح من المصطلحات دي اكتبوها ولو عندك امثلة اكتبوها واكتبوه درائيكم في درس النهاردة خلينا اصير شوية اشتركوا في القناة